أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية وخلال مؤتمر صحفي بالمنطقة الاقتصادية لقاناة سويس أشار مدبولي إلى حرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص ودعمه في مختلف المشروعات الدولة المصرية حرصها شديد جدا على تشجيع القطاع الخاص وإننا ندعم القطاع الخاص في مشروعات صناعة ولكن هناك نوعية من الصناعات للسراتيجية للدولة الدولة بتبقى عارفة أن القطاع الخاص ممكن ما يقدرش عليها عشان كده هي بتركز في هذه القطاعات بعينها على سبيل المثال المشروعات اللي احنا كنا فيه مبارح وهو ده المشروعات اللي الدولة النهاردة بتركز فيها عشان تكمل ما لا يستطيع القطاع الخاص أنه ممكن أنه ينفزه لكن النهاردة زي ما حالكم شفنا احنا بالضبط يعني تفقدنا عشر مشروعات تمانية منهم مصانع مصانع جديدة الحقيقة يعني كلها يئمة بدأت التشغيل أو في طور خلاص التشغيل التجريبي بالإضافة إلى منطقتين لوجستيتين والحقيقة لما نبص ونستعرض هذه المشروعات دي كلها أنا بس أحابب أن أأكد لحضركم أغلب هذه الصناعات مصر كانت بتستوردها وكان توجيه في خامة الرئيس أن احنا لازم نقتحم هذا الملف وأن احنا لازم نشجع على توطين هذه الصناعات اللي احنا كنا دايما بنستوردها بالكامل وبندفع تطورتها بالدولار حتوقتي شكرا